قبل بداية المقطع اليوم اتمنى منك اذا كنت جديد على القناة تشترك خلينا نوصل 100 الف مشترك قبل نهاية هذا العام اوعدك من تستمتع بمحتوى القناة او وعدك اللي هو اشترك اوعدك تستمتع باذن الله الشي اللي اخر اضغط زر لايك خلينا نوصل على هذا المقطع اكبر عدد من لايكات واذا كنت حابب تعلن او تتواصل معايا رح تركلكم حسابات في مواقع التواصل بتحت طبعا في خصم خاص جدا بمناسبة انه خلاص اتخلنا في اخر خمسة ايام من شهر رمضان مبارك وقدوم العيد فمسوي خصم للاعلانات يعني هذه فرصتك اللي حابب تعلن وحابب تكبر قناتك تواصل معايا اما على انستقرام او تويتر او الايميل كلها رح تكون موجودة تحت في التعليقات يا حباي بالقلب وخلونا نبدأ فيش خلونا نبدأ في مقطع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس فارس وفشل مقطع جديد مقطع اليوم رح يكون مرخص وردة فعل على مباراة الاهلي والتعاون اللي انتهت بالنتيجة اربع ثنين للتعاون طبعا ما اقدر اعرض لكم اي الاكتر رح ارخص لكم الاحداث وبعدين نتكلم وعطي رأيه من هذا الكلام الاهلي دخل هذه المباراة رح تكلم عن شكلة الاهلي طبعا نول مستهدف من هذا المقطع يعني نوعا ما حراص المربى محمد الربيعي لأول مرة يلعب بعد غياب فترة بسبب بصابة العويس قلوب الدفاع معتزد والفتيل في اليمين حسون في اليسار عبد الباسط نفس الدفاع اسيا خط الوسط يا جماعة والله فيلي ضحك الفريق ضحكني اليوم نوح البوسة بحسل بقهوي وفتوحي في الجناح اليمين متريتا وفي اليسار غريب وصانع لعب سلمان او مو صانع لعب ومهاجم سلمان المؤشر وفي الدكة كان فيه عدة لعيبة افتتحت المباراة بيعني عدة فرص للتعاون وفرصة للهلي مثلا وبس الين ما فجأة جاءت كورة لتوامبا شاتها عدت الخط واعتبرت قول يعني كان فيها شكل ما هي قول لا هي قول صحيح وحسب للتعاون هدف وفاز التعاون ويسجل التعاون هدفه الأول عن طريق توامبا جاء بعدها سلمان المؤشر سجل هدف التعادل انتهى الشوط الأول واحد واحد بدأ الشوط الثاني التعاون استمر بنفس اللعب والأهلي نفس الشيء التعاون برضو سجل هدف صارت 2-1 التعاون بعدها الأهلي جاء بلنتي طبعا التعاون جاء بلنتي والأهلي جاء بلنتي وكل واحد منهم سجل بلنتي اللي جاء وثم استمرت المباراة للدقائق الأخيرة التعاون انطرد منه لاعب يوم جاء بلنتي للأهلي وفي النهاية التعاون في اخر خمس دقائق استطاع يسجل هدفين وانتصر على الهلي بنتيجة اربعة اثنين الصراحة اداء جدا يعني مفاجئ من عيبته الهلي الصراحة فيه تخاذل كبير انخفضت الروح يعني مو نفس الروح اللي شفناها في مباريات اسيا ابدا ابدا تحس اللعيبة ما ودهم يسوون شي في الملعب ما عندهم اي هدف بس قاعدين يمشون بدون فايدة هذا الصدق الصدق اللي انا ما شايفه من المباراة الهلي طبعا سوا عدة تبديلات في المباراة معتزه وساوي خرج دخل خبراني فجسة دخل هيفم عسيري دخل يعني التبديلات كلها الصراحة الهلي ما استفاد منها بتكلم الان بشكل سريع عن اسوأ لاعب في هذه المباراة ادريس فتوحي هذا اللاعب يعني يلعب لك مباراة واحدة حلوة من اصل عشرة والتسعة الباقية كلها سيئ فيها اللاعب هذا خلاص انتهى انتهى تماما بعد الاصابة اللي جاته في المباراة التعاون في الدور الاول اتمنى معد جددوله عقده اتمنى يقولوله مع السلامة لو استمر هذا اللاعب فهذا قاعدينكم بالنادي بشكل كبير بكل صدق وامانا وما قاعد يستفيد منه النادي باي شي فتوحي اول الراحلين واتمنى معد نشوفه في اي مباراة من البرايات الجاية ياليت يركنوه وحتى لو كان في شرط ان يشارك اساسي يفسخوا عقده ويرجعوا النادي يا جماعة اللاعب ما قاعد يقدم شي فرضية الميدان اللاعب سيء الابعد درجة عالى على الفريق لاعب ما منه فائدة والله وجوده في الملعب من عدمه بالنسبة لي شخصيا اتمنى رحيل فتوحي في اقرب وقت هذا اللاعب قاعدينكم بالنادي قاعدينكم بالنادي يكسم بالله والله قاعدينكم بالنادي واذا استمر فصدقوني احتمال كبير الله ليهبط فتوحي الموسم الماضي مع الحزم اول موسم له طبعا مع الحزم هبط معاهم الموسم اللي قبله مع فريق دبل فجيرة توقع اسمه زي كذا اماراتي برضو هبط معاهم فاللاعب نحس اي فريق يجي يهبطه طبعا احترامي وتقديره له الشخصي يعني الى ابعد درجة يعني في الحقيقة بالعكس على عيني وراسي واحترمه وقدر لكن الحنا قاعدين نتكلم كورة قاعدين نتكلم عن شي يعني الكل متعلق فيه بكل امانة وصدق فاللاعب ما قاعد يقدم شي فرضية الميدان اللاعب لازم يرحل لو استمر فما اقدر اقول ما اقدر اقول ممكن تسبب لي هذا الشيء بمشاكل لكن اتمنى الرحيل فتوحي هذا اللي عندي بخصوص فتوحي الدفاع مستواهم متذبذب اللاعب لك دقيقتين حلوة دقيقتين سيئة ما في اي كلام الرباعي حاول الرجال يعني له فترة طويلة كمان ما حرص لا تلومو الرجال مع لهلي خاصة لكن مع المنتخب لعب قبل فترة فالرباعي صد كم كورة وبرضو السقبل كم كورة قد يلام قد يلام انا برضو ممكن احط عليه اللوم نوعا ما الوسط ما عند اي كلام كثير عليهم كلهم عادين جدا الصراحة غريب اليوم ما ظهر بشكل كبير المؤشر الصراحة ما قصر بالنسبة لي شخصيا هو نجم البراء من النادي الاهلي يشكر سلمان المؤشر على المجهود اللي قدموا فرضية الميدان لاعب ماهم قصر يلعب في مركز غير مركز وسلمان المؤشر كلنا نعرف انه مركزه الاساسي هو الجناح الايسر لكن اللي قدموا اليوم في مركز الهجوم يدل انه هذا اللاعب ماهم قصروا قادر يلعب لك في عدة مراكز وانا اشكروا على هذا الشيء لانه ما قصر تماما زي ما قتل لكم ما قصر ابدا ابدا التعاون لعبه اداة جميل فريق كبير توانبا كاكو اللي هو روميرو هو لقبه طبعا كاكو كل اللعيب اللي في التعاون الصراحة مقدمين اداة كبير احمد عسيري جحفلنا اليوم عاد فالصراحة لعيب التعاون كلهم مشكرون على اللي قدموه كلهم نجوم وكلهم ما قصروا بكل صدق وامانا واشكرهم على هذا الشيء ويستحقون للثناء الان وصلنا الاخر نقطة في المطبع هل الاهلي سيهبط الان باذن الله راح يعرض لكم في الشاشة الترتيب الدولي او اخر تسعة تندية او اخر سبعة حولها خلينا نشوف مع بعض الترتيب عندنا الاهلي في المركز التاسع 35 نقطة يجي بعد القادسية في المركز العاشر 34 ابهى فال11 34 الفيصل 33 الباطن 29 ضمك 28 الوحدة 27 العين 20 اوكي العين هبط ما في مشكلة عندنا ضمك والوحدة الفرق بينه وبين الاهلي فقط ثمانية وحتى الفرق يعني بين ضمك والاهلي سبع نقاط يعني الاهلي بالنسبة كبيرة يمكن يهبط لو يخسر لو يخسر خلوني يكلج الله طب ليس لو يخسر جميع المباريات القادمة تتكلم انه هو راح يلعب مع الهلال راح يعاني صراحة راح يعاني وراح يلعب مع ابهى ابهى لو هزمك راح يعديك فالاهلي داخل في معاناة صعبة يحتاجون فيها رجال الاهلي يتكاتفون على امل انه الفريق ما يهبط على امل انه الفريق يبقى على قل حتى تحت المركز العاشر يعني ما يروح للعاشر على قل الين التاسع جيد الفريق قاعد يمر بظروف جدا صعبة فاتمنى من رجال الاهلي زي ما قلت لكم يتكاتفوا ولا الصراحة الاهلي راح يروح علينا وراح نهبط الاول مرة في تاريخنا وهذا يعني خسارة كبيرة خسارة كبيرة جميع اندي تددوري في التاريخ قد هبطت ولعبت في دوري درجة ثانية ومن ذا الكلام والأولى الا اربعة اندي فقط الاهلي الاتحاد النصر والهلال فان شاء الله الاهلي ما يهبط لانه هذه راح تكون خسارة كبيرة لنا شخصيا كجمهور الاهلي ولددوري السعودي الاهلي نادي جماهيري ولو شعبية كبيرة وعنده لاعبين عالميين ونادلوا تاريخ فنتمنى نتمنى انه يتم انقاذ وضع الاهلي الحالي من قبل ادارة الستاذ ماجد النفيعي ولا راح تطير الطيور على قولتهم والله نسيت نسيت المثل أعذرون نسيت المثل فارس وفارس وفي شاء هذا رأي شخصي اتمنى تعطوني رأيكم في التعليقات شكرا لكم على تابة المقطع نشوف مقطع ثاني بإذن الله اللهم صلوا وسلم مع البيان محمد سبحان الله ومحمده سبحانه الله العظيم وصلاف الله العظيم وتبليه وفي الختام دائما وبدل لا إله هل أنت سبحانك أني كنتم من الظالمين شكرا لكم ومع السلامة